ومن نعمان تنضم إلينا دكتورة نيفين أبو زيد استشاري علم نفس الأطفال دكتورة نيفين في الوقت الذي من المفترض أن يكون فيه الطفل في المدرسة أو في الملعب أصبح طفل الحروب يقطن المخيمات ومراكز الإيواء والشوارع ولا سمع سوى دوي الصواريخ والقنابل فأي طفولة يمكن أن تخلق هذه الأجواء؟ مساء الخير سيدتي مساء الخير لكل المشاهدين للأسف عم بنعيش مشاكل متعددة للأطفال من هذا النوع على أثر الحروب والويلات اللي عم بتصير بالدول العربية ودول العالم مختلفة أكيد أثرها كبير وأكيد نتفق جميعا أنه الموضوع مش بسيط أبدا ولا رح يشكل شخصيات طبيعية وردود الأفعال اللي عم بنشاهدها هلأ هي ردود أفعال واضحة كلياتها بتكون مضادر المجتمع مضادر النمو الطبيعي مضادة حتى للشخصية نفسها بشكل واعي أو غير واعي طيب كيف يمكن أن تؤثر هذه الحروب على سلوك الطفل وشخصياتي في المستقبل؟ هلأ بالبداية المواقف المؤلمة اللي عم بنعيشها واللي احنا بنحكي لها المواقف الصادمة اللي عاش فيها الطفل واللي كنا عم نسمع بالتقرير هلأ كيف عم تحكي عنها أمهات واللي فعليا عم نسمعها بمؤسسات مختلفة جوه الأردن أو برا الأردن عم تحكي فيهم الأمهات والأطفال والرجال عم يحكي فيهم عن الأحداث المؤلمة والصادمة اللي مروا فيها بحياتهم بالدول اللي عاشت مشاكل مثل الحروب واللي هي انصدمت بمواقف معينة كانوا يدخلوا عليهم على البيوت أو يشاهدوا مواقف مروعة أو يشاهدوا تفجيرات أو ناس ميتة فجأة أو يشاهدوا بور جماعية أو مدافن بهاي الطريقة وأكيد أشلاء وأجسام وكمان فقد يعني كثير منهم كانوا شايفين أهليهم وأجزاء من أهليهم بكل مكان بالغرف أو بالبيت واضطروا أنهم ينتقلوا وياخدوا مشاق السفر والرحلة كاللجوء من منطقة لمنطقة حتى يطلعوا لمكان آمن فعدم الأمن عدم الاستقرار والمواقف الصادمة والدم وأجزاء الجسم الرهيبة اللي كانت تصير حواليهم أدت لأنه يصير في عندهم مشكلات بالنطق مشكلات بالحركة حتى مشكلات بالنظر أكيد مشكلات بالجلدية نتيجة الصدمة النفسية لأن الصدمة النفسية هي أكيد أثر واضح ولها أثر واضح على الجسم على الجلد على الحواس بشكل عام على شخصية الطفل على ردود أفعاله بداية كيف يستقبل الفكرة أو كيف يستقبل الموقف يعني العنف لا يولد إلى العنف هل يمكن أن تخلق هذه الأجواء شخصية عنيفة تستخدم ربما أدوات أو أسلحة تم اعتادت أن ترى وأن تسمع طبعا هلأ كل اللي عم بيشاهدوا الأطفال وكل اللي عم بيعيشوا أو عاشو الأطفال هو موجود عندهم بذاكرتهم زي ما كان عم يحكوا هلأ بالتقرير المختصي من ثلاث لخمس سنوات إحنا مش عم نقدر نحكي عن حدا فاهم شو اللي عم بيصير تحديدا لكن ما بيقدر ينسى الموقف اللي صار قدامه فأكيد رح يسعى أنه خلال الحياة رح نشوفه بقلده رح يشوفه بعيده رح يشوفه عم يحكي فيه كتير رح يشوفه أن ذاكرتهم مش قادر يتنساه فأكيد بالتقليد والطبع هذا الموضوع بيصير بالمحاكاة والتقليد أكيد بيرجع بيظل موجود عنده بالذاكرة وبيكون له الدور كمحرك أساسي بسلوكه حتى مع الآخرين فمنلا يلعب هيك مع الأطفال للسلوك للناس الأكبر رح يولد مشاهد واضحة وضواهر سلوكية واضحة بتعطينا انطباعات مظاهر أو اضطرابات انفعالية واضطرابات سلوكية طيب في هذا الصدر الأردن معروف أنها استقبلت أعداد كبيرة من النزحين من ولاد الحروب في سوريا ما هو دور المؤسسات الأردنية في احتواء وعلاج أثار الحرب على الأطفال هلأ في كتير مؤسسات وفي كتير منظمات وفي كتير أشخاص متطوعين يشتغلوا بالتعاطف مبدئيا بمبادرات إنسانية مبادرات شبابية مبادرات من المرأة مبادرات من المؤسسات المختلفة على أنها تشتغل لنساعد الأطفال أولا الشعور بالأمن اللي هو خلق شعور واضح من أنه أنت منقول لبيئة آمنة منقول لبيئة ما فيها تفجيرات وقف صوت التفجير وقف صوت الضرب وقف أنه حدا ممكن يدخل عندكم أو يتعدى على خصوصيتك أو مثلا يأذي حدا من أهلك أو ممكن تتلقى العلاج المناسب لأنه كمان الأردن اللي عبد الدوري كتير واضح وكان على أنه نشتغل مع الناس اللي كانوا مرضى نقلوهم لهون للعلاج وأخدوا طبع العلاج النفسي برلل مع العلاج اللي كانوا محتاجينه كل حالة بحالتها طبعا بجهود ثرتية وبجهود مؤسسات مختلفة اشتغلنا بالأرد ثيرابي أو العلاج بالفن ومؤسسات كتير اشتغلت بالعلاج بالفن والعلاج بالموسيقى والعلاج النفسي المتخصص كأخصائيين نفسيين أو كطب نفسي والمبادرات المختلفة المبادرات المجتمعية حاولت أنها تسد النواقص من الحاجات الأسرية لتحسسهم بأنه لسه ما في حاجات أساسية ناقصة كالحاجات اللي بيحتاجها الطفل ببيته فيشعر بأمان يشعر بأنه مش محتاج هاي البدايات اللي بلش نشتغل عليها الإصحافات النفسية الأولية كتير شباب عندنا تطوعوا وبادروا بأنهم يشتغلوا على يتعلموا الإصحافات النفسية الأولية ليكونوا مبادرين متطوعين مجانا بياخد وقتهم وجهدهم كله بيستثمروا في غيات إنسانية جوا الأردن شكرا جزيلا لك من عمان كنت معنا دكتورة نبير أبوزيد استشاري علم نفس الأطفال شكرا لك